في كل دول العالم يمثل الأطفال أمل المجتمع في مستقبل أفضل عبر توفير الظروف والمقاومات التي لم تكن متوفرة للجيل السابق من أجل تطوير المجتمع وتنميته والتأسيس لوطن يحجز موقعه المتميز بين الدول المتقدمة غير أن الأمر ليس كذلك في العراق فبحسب لجنة الإنقاذ الدولية المعنية بتقديم المساعدات للأطفال والمجتمعات المتضردة من النزاعات التي تعمل في العراق منذ الغزو الأمريكي فإن معدلات عمالة الأطفال مرتفعة بشكل مقلق لا سيما في المحافظات التي جهدت عمليات عسكرية في السنوات الأخيرة اللجنة في تقرير لاها تؤكد أن غالبية الأطفال في شرق الموصل يعملون في ظروف غير آمنة ويفتقر 95% منهم لوثائق كما أن أكثر من نصف الأسر لديها طفل واحد على الأقل منخرط في العمل بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية فالعائلات عندما لا تتمكن من تلبية احتياجاتها الأساسية يكون الملاذ الأخير لها في بعض الأحيان إرسال أطفالها للعمل على الرغم من أن ذلك يحرم هؤلاء الأطفال من التمتع بطفولة طبيعية وآمنة ويؤدي إلى أثار طويلة المدى على صحتهم الجسدية والنفسية وبرغم أن العراق من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وينص دستوره على إلزامية التعليم الابتدائي لجميع الأطفال لكن الواقع يختلف كثيرا بالنسبة للأطفال في أنحاء البلاد فكثرة الصراعات والحروب التي مرت على البلاد وانتشار البطالة وإغلاق المعامل والشركات ووجود قطاع عمل غير منظم وغير مسيطر عليه سواء نقابيا أو حكوميا في ظل انشغال الطبقة الحاكمة بصراعاتها وصفقاتها السياسية كل ذلك كان له بالغ الأثر على واقع الطفولة في العراق وألقى بظلال كثيفة من الغموض على المستقبل في بلد تحكمه ثنائية المحاصصة والفساد